تمكن أفراد والفرقة الإقليمية لدرك الوطني ببنيتامو والواقع الشامل غرب البوليدة من لقاء القبض على شخصين يبلغان العمر 26 و 27 سنة قام بسرقة مبلغ 15 مليار سنتيم بعد اقتحام مسلح لمصنع في منطقة بنيتامو وبعد تقديم المشتبة فيه ممام الجهات القضائية المختصة التي وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار السرقة بالتعدد والعنف والتهديد التسلق والكسر تم إداع شخص بمؤسسة عطة التربية والطاهير بالبوليدة وتم وضع ثانية تحت رقابة القضائية والقيام بتحويله لمحكمة خميس الخشنة بسبب محل أمرين بالقبضة فيما يبقى ثلاث أشخاص في حالة فرارة